حاجة برضو اللي عملت ردود فعل كتير قوي المصر اليوم كتبت خبر عن حزب النور انه هو مش مؤيد احنا لسنا حزبا معارضا او مؤيدا بل نوع ثالث وعلق خالد منتصر وقال لك مش فاهم يعني ايه نوع ثالث ده كلام تتهزليه سبع سماوات حدش فاهم ايه النوع الثالث ده الرئيس السيسي كان في الصين الحقيقة وكانت حاجة جميلة جدا جدا وده كان موجود هناك لحضور مؤتمر مهم جدا الحزام والطاقة مع وكان فيه الحقيقة لقاءات منها التقى مع رئيس المجلس الوطني السيني ومع رئيس السيني ومع ايضا الرئيس بوتين على هامش هذا المؤتمر ايضا منتدى الحزام والطريق بالعاصمة الصينية وكمان رئيس الوزراء الايطالي وكان فيه كلمة رائعة للرئيس السيسي بالنسبة في افتتاح هذا المؤتمر وكان فيه مئدة مستديرة ايضا والتقى برجال اعمال صينيين وكان بيشجعهم برضو على الاستثمار في مصر وفيه مأدبة عشاية رسمية كان اقامها رئيس السيني شي جين بينج في قاعة الشعب الكبرى تكريما للقادة المشاركين في هذه القمة قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي قد ايه كانت حاجة مشرفة وتكذب عنها كلام رائع جدا وانو الرئيس التقى بكثير من زعماء العالم ومنهم طبعا رئيس السيني وبوتين بالنسبة للجزائر كان مستمرة لمزاهرات عاشر جمعة احتجاجية على التوالي للمطالبة بتغيير فوري شامل وهم محتجين مش عايزين الباقات برضو اللي لسه موجودين وعايزين يكون في وجوه جديدة وزير المالية الجزائري يمسل امام النيابة في تهم فساد وكمان كان رئيس الوزراء السابق احمد او يحيا وبرضو تقريبا حد من الشرطة نيجي بقى الليبيا المسماري بيقول ان احنا عندنا معلومات ان تركيا سلمت ميليشيات مسرطة طائرة بلا طيار وبرضو المعركة مازالت مستمرة ما بين الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر وما بين الجيش التابع للسراج اللي هي الحكومة المعترف بها دوليا في ترابلس والغاية دلوقتي ما فيش حد يقدر نقول انه هو منتصر على التاني ولكن الاتهمات بتقول انه فيه دعم من مصر والامارات والسعودية لجيش خليفة حفتر وفرنسا كمان وروسيا وعلى الجانب الآخر تركيا اردوغان اعلن انه هو هيوساند السراج وبيقال ان فيه طائرات مش عارفين طائرات دي جاية منين بتشارك مع المسماري مع عفوا مع جيش الوطني بقيادة خليفة حفتر في هذه الحرب اللي كتب عنها وتقال عنها المسماري وحفتر نفسه ان دي حرب ضد الارهاب وتم اجلاء مئات المهاجرين المحتجزين في جحيم المعارك بترابلوس ودي برضو من الحاجات اللي كانت الحقيقة يعني مهمة جدا بالنسبة لاحداث الاحداث المهمة كمان اليومين دول هو السودان وما زال الاعتصام مستمر في السودان وما زالت محاولات ان يحصل توافق على اساس انه يكون فيه مظاهرات السودان تم الاتفاق على تشكيل مجلس سيادة مشترك بين المدنيين ومجلس العسكري مقدروش يوصلوا النهاردة لاتفاق لانه كانوا عايزين اربع من المجلس العسكري واربع المجلس العسكري مصر على المنصفة والمدنيين مصرين انه يكون بس المجلس العسكري يمثلوا اتنين او تلاتة بالكتير وبالتالي كانوا اعلنوا انه هيكون فيه مؤتمر صحفي والكباشي كان اعلن ان المشاورات جرت ولكن لم يصلوا الى اية اتفاقيات والمجلس الانتقالي السوداني جمد نشاطات النقابات والاتحاد المهنية الاتحاد العام وبرضو كان فيه الحاجة بقى الغريبة انه حضراتكم نبص دي اخر حاجة هقولها لحضراتكم النفاق الديني وسماسرة العقيدة لقوا في بيت البشير بجانب الفنوس اللي لقواها قبل كده لقوا كمية كبيرة جدا من الخمر المعطق الباهزة السمن وكتب عنها خالد منتصر انه ده نفاق وسماسرة عقيدة وانه هما كانوا بيجلدوا الناس ويموتوهم بسبب الخمر او بسبب ارتداء البنطلونات في السودان وقادي الاخ البشير اتقل باهزة السمن